طيب بالنسبة خلال الأيام الماضية طبعا محمد شريف رايح نادي الزمالك من الآخر كده عشان يعني نقطع الموضوع كله ونوصل للنهاية هل في مفاوضات مع نادي الزمالك سواء شفاوية أو مفاوضات رسمية ولا الكلام ده عادي تمام من الصحة ما فيش أي مفاوضات هو كان كلام وكلاء بالنسبة ليه أنا محدش اتكلم مع محمد نهاية بس اتكلموا معاك اللي هم عايزين يعني ستطلعوا رأيك أن محمد شريف جاي العب في الزمالك صح كده؟ كلام وكلاء لو أكتر ولا نعم طب أنا قم ردي إيه أو يعني الرد بتاعي كده إن أنا عندي لعب لسه رايح أو منطق الجديد لنادي جديد وفكر جديد ومثل نادي كويس في دوري كبير جدا بأي عقل بأي منطق إن أنا أقول للاعب إرجعته إزاي؟ هو اللعب عقده سنتين تمام وهو مبسوط جدا إن هو موجود في دوري كبير وفي نادي الخليج ومركز وعايز ينجح وعايز يعمل النتائج كويسة وعاوز آآ يساعد زميله وعاوز يعمل أرقام كويسة بالنسبة له فلما يكون حد مركز في حاجة معينة ويجي حد مثلا يحاول إن هو يشغله عنها مثلا أو يخليه يبص لطريق تاني بوزت نفسه اللعب رافض أو مركض يعني مش أقول لك إن هو رافض يتكلم في أي شيء ولكن هو حقيقي مركز حقيقي مركز في خطوة أو طب بل أنت هل أنت كواكيل دورك قبل أخته إن فيه هوكة لكلمه عن نادي الزمالك ولا محبتش تتكلم معه في الموضوع ده؟ أنا محبتش أفتح مع الموضوع ديت يعني هو هو سمع زيك زي زيك يعني أنت عارف أنا طبيعي جدا إن أنا كواكيل لعيبة أنا بستلم مكلمات ومش على محمد شيرف على لعبة كتير عندي ده الطبيعي الطبيعي إن أنا في ناس بيستفسروا في ناس بيكلموني أعبر سيان أي لعب عندي مثلاً إذا كان أظاره إذا كان هنيجي بس إحنا خلينا نقطة نقطة في محمد شريف ده بالنسبة لفيه وقرة تواصله معاك بالفعل عشان رغبطه للعبة في نادي الزمالك هل فيه وقرة تواصله معاك أو مسؤولين من نادي بيرامدز لمحمد شريف؟ ولا الكلام ده برضو على تهم من الصحة؟ آآآ فيه ناس تواصله معايا بخصوص محمد ولكن من نادي بيرامدز؟ آآآ ده الطبيعي مسؤول رسمي ولا وكلاء؟ لا وكلاء وفيه ناس من دولة الإمارات برضو تواصله معاك يعني اللي هما دمن اللي هو النادي بيرامدز يعني مسؤولين في النادي بيرامدز اللي هما متوابدين في الإمارات يعتبروا برضو هوكلاء تبع يعني قريبين من النادي من النادي طيب محمد شريف طبعا هو لسه زي ما نحن أجرب نتكلم لسه رايح بالدقية الموسم هل محمد شريف إحنا ممكن في يناير يتم التواصل أكتر ممكن محمد شريف يرجع؟ ولا الموضوع صعب إنت شايف إن هو مستحيل يرجع الدولة السعودية أو أقل حاجة يقعد لنهاية الموسم وتبدأ تبحث العروض؟ بيقولك إن العقد شريعة المواطعة القديمة زي ما قلت محمد شريف من أول يوم ليه وصل السعودية تمام؟ وهو كامل تركيزه إن هو يعمل أرغام ويسة في الدولة السعودية وبالأخص مع نادر خليف إن شاء الله وبينش نتمنى له طبعا التوفيق بإذن الله بإذن الله يا عرب فدلوقتي اللاعب لما يكون حاطة هدف معين أنا باعتبره إن الهدف ده هدف لنا كلنا مش لمحمد شريف بس تمام؟ من حلم يعني أي لعب يحلم إن هو يبقى موجود مع منتخب بلادي بالأخص في بطولة أفريقيا القادمة فمستحيل يا حامد أكون صريح معك إن هو يفكر في يوم من الأيام في الوقت الحالي إن هو يغادر الدورة السعودية أو نادر خليف